وهنا كما تشاهدون إخواني بعض الأرباح وبعض المبيعات من Redbubble فقط أتت من شروحات نقوم بتقديمها نحن لا نشتغل على هذه الطرق لكن الأرباح تأتي يعني إثبات نجاح الطريقة تحتاج فقط مشاهدة الفيديو والشرح الحصري من ضغطة زر ستحقق أرباح تابعنا في هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للرحمة الأنترنت أول شيء إخواني أرجو أن تشتركوا في هذه القناة أيضا أحتاج من كل متابعين إخواني أن يدعمونا بالضغط على زر لايك لكي نقوم بمواصلة السلسلة الخاصة بالربح من الأنترنت وخاصة من الذكاء الاستناعي أي تساءل ضعوه في تعليق وهنا أريتكم في بداية الفيديو كيف تستربحون إثبات سحب بسيط فقط من الشروحات التي نقوم بتقديمها على موقع Redbubble وهنا أتت المبيعات كما تشاهدون هذه بعض المبيعات إخواني يعني بدون تعب أنا لا أنشر كثيرا على Redbubble ولا أستهدف نيتش ولا أقوم بوضع 50 ديزاين فقط من الشروحات التي نقوم بتقديمها وكما تشاهدون أرباح أتت 3.36 بطريقة بسيطة أنت تستطيع تحقيق أكثر اليوم سأريك إذا سأريك طريقة حصرية لتحقيق أول مبيع لك في مجال Redbubble لا تستهدف التيشيرت إذا كنت تريد تحقيق أول مبيع استهدف إخواني ستيكر هنا لكي تحقق أول مبيع خاصة بك قم باستهدف ستيكر كما تشاهدون هنا وستحقق مبيع وأن أضمن لك 100% أنك ستحقق مبيع لكن السؤال يبقى كيف سنحقق المبيعات ونحن لا نعرف إن شاء مثل هذه الستيكر بطريقة بسيطة وأن ننافس كل هذه الصور وأن تظهر الصورة خاصة بنا احترافية كما تشاهدون جيد ببساطة أنا سأريد طريقة ستكون من أقوى الطرق الربح من الأنترنت في مجال الطباعة حسب الطلب وأيضا احترافية على هذه الصور شرحنا في فيديوهات سابقة كيف ستحصل على حساب Midjourney هنا في هذا الفيديو إخواني آخر طريقة محتكرة للحصول على حساب Midjourney غير محدود 100% إخواني يعمل بسيرفر خاص بك أنصحك بزيارة هذا الفيديو ووضعنا لكم كيف تنشئون تصميم ديساين في هذا الفيديو استنادا بهذا الموقع يعني لدينا الفيديو الأول والثاني لكي تعمل اليوم تحتاج لهذا الفيديو إخواني لكي تفتح حساب في Midjourney لكي لا نضيع الوقت والآن سأقدم لكم البرومت أو الأوامر فقط أنت ستغير منها إخواني هنا ليس تي شيرت فقط سنغير هنا هنا إخواني سأقدم لك هذه البرومت يعني كنز وكما شاهدنا في أحد الفيديوهات أن البرومت إخواني تباع في الأنترنت وأنا إن شاء الله في فيديوهات القادمة سأقوم بشرح لكم طريقة كيف استقومون ببيع البرومت إخواني وشرائها إذا أردتم والتجارة فيها هذه البرومت ستنشئ لك إخواني سكريبت أو ستنشئ لك ستكر حصري وإحترافي مثل هذه الستكر التي أنشأناها إذا قمت بالضغط على باست هنا إخواني عفواني سنقوم بالضغط على سلاش ثم إمارجين برومت هكذا إمارجين برومت تقوم بكتابة إمارجين برومت وتقوم بلسق الكود الأول أنت فقط تغير هنا إخواني باندا أو أي شيء هنا فقط الباندا شاهد تسميم أو ستكر الذي أتى لي إذا أردنا تغيير شيء ما فقط نعود إلى موقع الذي أخذ منها أسماء الحيوانات وأختار مثلا دوغ دونكي مثلا بير إليفان سنقوم بأخذ إليفان يعني الفيل ونقوم بوضعه بمكان الباندا وشاهد ماذا سيظهر إخواني بطريقة احترافية أضغط على أنتر وأنتظر هنا كما تشاهدون بدأ يعرض علينا الستيكر وهنا الدقة ما زالت في التعديل شاهد إخواني هذه الصورة الاحترافية أضغط على أوبن وهنا أيضا هذه الصورة فأظنها احترافية أيضا يعني بضغطة زر تحصلت على هذا الستيكر احترافي إخواني إذا عجبتك أي صورة من هذه الصورة الأربعة اختر مثلا اي واحد للصورة الأولى اي اثنان للصورة الثانية اي ثلاثة للصورة الثالثة اي اربعة للصورة الرابعة والنفذ أنني سأختار الصورة الأولى والصورة الرابعة من هنا أيضا من هنا سأختار الصورة الأولى والصورة الثالثة جيد نتوجه إلى البرومت الثاني هنا إخواني استجد أنه أيضا نفس الشيء إذا قمت بنسخه فقط تغيرت في نوعية الستيكر إخواني وهنا سأريكم ماذا سأستهدف سأقوم بلدي حساب آخر سأعمل هنا شاهد هنا أيضا طريقة إنشاء حسابات كثيرة في شرحتها في فيديو الذي سأتركه لكم رابطه في الوصف هنا شاهد هذا النوع أيضا فهو مطلوب في مواقع سننتظر إلى أن تظهر لنا هنا الصور اخترنا بعض الصور لكي نقوم بوضعها ستيكر في رد بابل هنا نتشاهد الصورة الأولى إخواني أضغط على وهنا تقوم بحفظها فقط وتحملها بطريقة بسيطة أيضا الصورة الثانية شاهد الصورة الأولى إخواني الصورة الثانية البعدة احترافية فقط قم بحفظها save image وهنا نعود إلى الشاهد الصورة التي أنشأناها prompt 2 إخواني احترافية فقط تغير في هذا الشكل إخواني kids element هنا أغير مثلا تستطيع كتابة animals إذا قمت بتبديلها مثلا إلى animals أقوم بنسخة هذه هنا لكي أتركها لكم وأنتم تغيرون كما تريدون هنا سنغير kids element ونفرض أنني سأقوم بوضع animals في مكان kids وأضغط على control V عفوا لسق بدون تنسيق وأضغط على space جيد وأقوم بنسخها شاهد ماذا سيحدث سيتم تغيير هنا شاهد هذا التصميم الاحترافي هنا إخواني تستطيع مشاهدتها open browser وتقوم ببيعها بطريقة احترافية إذا أجبتك أي شيء إخواني من هذه فقط تكفيك الضغط هنا على مثلا أجبني ستيكر رقم واحد أضغط على A1 وهنا أجبني تسميم أو ستيكر رقم أربعة أضغط على A4 وهنا سأقوم قمنا بتغيير kids بanimals ونشاهد ماذا سيحدث هنا كما نشاهد animals وأضغط على ok والأنتظر سيقوم بتوليد لنا صور احترافية هنا البرامت الثانية ستحتاجها في وضع element كثيرة يعني أشياء كثيرة والبرامت الثاني أو الأمر الثاني الذي سأتركهم وهو خاص بشيء معين إخواني هناك ما تشاهدون هذه الصور الاحترافية تستطيع وضعها مباشرة بدون تعديل إخواني هنا مثلا هذه الصورة تقوم بحفظها فقط وتحملها في read bubble بالطريقة التي شرحناها إن شاء الله سأحمل معكم صورة واحدة لكي تفهموا طريقة العمل ننتظر فقط إلى أن يكتمل الرسم شاهد هنا إخواني شيء احترافي يعني ستحقق أرباح إلا إذا لم تعمل ولم تكثر في وضع التصميم والستيكر في read bubble شاهد هذا التصميم الاحترافي وهنا سأشاهد إخواني بعد تغير كيتس إلى animal شاهد هذه الصور أو هذا الستيكر ستفهم أنها احترافية وأيضا دقة عالية وأشخاص كثر سيشترونها من الأنترنت وخاصة من موقع read bubble وأنت ستحصل على أرباح أعجبتك أي صورة هنا إخواني يكفيك الضغط مثلا إي واحد إي اثنان إي ثلاثة وإي أربعة وقم بتحميلها كما تشاهدون نتوجه إلى البرومت رقم ثلاثة إخواني كارتون هيت ستيكر كما تشاهدون إذا قمنا بنسخها كما هي سنقوم بوضعها في هذا الحساب هنا هنا سأضغط على slash ثم imagine prompt وأقوم بلسقها control V وتستطيع تغيير فقط هنا في ستيكر white background tiger هنا تغير tiger إخواني يعني النمر تستطيع تغيير هنا بحيوان أو بأي شيء ننتظر إلا أن يأتي تصميم واستفهم طريقة العمل هنا شاهد وهنا إخواني كما تشاهدون هذا التصميم هنا تستطيع تغيير فقط هنا أنت فقط ستغير في الأول هنا سأترك لك علامة زائد هنا البوما إخواني اسمها بالإنكليزية تستطيع تغيير فقط البوما ولنفرض أنني سأضع هنا سنقوم بتغييرها مثلا إلى أي حيوان نفس الحيوان مثلا الفيل كوبيي وأعود إلى prompt فقط هنا سأغير شاهد ماذا سأفعل لكي أحفظ لكم الكود هنا سأقوم بنسخ هذه مرتين سأتركها لكم كما هي كونترول V وأقوم فقط بنسخ هذه ووضعها هنا لسق وستشاهدون كيف سيتم تغيير الدزاين إخواني أو ستيكر هنا سنقوم بالعودة إلى هذا الحساب شاهدوا إخواني هنا البوما كيف ظهرت إذا قمنا بتغيير فقط اسم البوما بمثلا الفيل ستشاهدون أنه سيتم إنشاء تصميم كارتوني للفيل بنفس الطريقة وبنفس التنسيق وهنا أنت تستطيع اختيار التصميم يعني في اليوم إذا قمت بالعمل في راد بابول لمدة ساعة فقط من الزمن ستحقق أرباح خرافية فقط بإكثار التصميم ستضع مثلا في اليوم عشرون ستيكر في موقع راد بابول وستشاهد الأرباح التي ستحصل عليه شاهد هنا تقريبا تم تعديل ستيكر هنا شاهد احترافية هنا أيضا هنا شاهد بعد الانتهاء الدقة العالية أنت تستطيع اختيار الصورة التي تريد وحفظها بالطريقة التي شرحناها بعدها ونفرض أنك توجهت إلى راد بابول وتريد إضافة العمل الخاص بك ستضغط على هذا الخيار Add New Work وهنا ستقوم بتحميل التصميم بالطريقة العادية التي شرحناها Add New Work تستطيع حذف الخلفية إذا أردت ونفرض أني سأحمل هذه الصورة Open وهنا أستطيع مثلا اختيار عنوان مثلا Animal Element هكذا سأقوم بنسخ هذا البرومت نسخ وأقوم بوضعها في الإسم هنا فقط سأغير Animal Element Collection وهنا في الوصف أيضا نفس الشيء وهنا كلمات المفتاحية إخواني دائما أنا أعمل على هذا الموقع فهو يقدم لك الكثير من الكلمات التي تستطيع تصدر بها نتائج البحث وننتظر إلى أن يتم تحميل Sticker هذا هو الموقع الذي تستازف به الكلمات المفتاحية تضغط على Search سأترك لك كل الروابط إخواني وأيضا البرومت سأقوم بوضعها لك في مهلف قم بتحميلها ثلاث برومت إخواني تستطيع تحقيق منها الربح من الأنترنات وخاصة في مجال اتباع حسب الطلب ننتظر إلى أن يتم تحميل تصميم وهنا الكلمات ستظهر المفتاحية هنا كما تشاهدون تعصلنا على أفضل 15 كلمة مفتاحية أضغط على Copy أستطيع تحديد أكثر من كلمة مفتاحية بعدها أود إلى Redbubble هنا شاهد قمت بتحميل هذا التصميم إخواني فقط في Tax سأضغط على لسق وهنا تستطيع إضافة هذه كما تريد لكن نحن الهدف الأساسي إخواني وهو سنبحث على Sticker هنا Skin سأقوم بتعليم هذه البوستر إخواني يعني هي Sticker أيضا في أكواب القهوة كما تشاهدون هنا استطيع الضغط على Enable أيضا هنا Enable هنا في كتب الأطفال تستطيع تعليمها فقط تعدل هنا لكي يكون جيد Clock Journal فقط تستطيع وضع مثلا هذا الخيار شاهد لكي يظهر باحتيار فيه أيضا هنا تستطيع وضع هذا الخيار هكذا لكي يظهر هنا تستطيع أيضا تحديد هذا الخيار جيد وكما تشاهدون هنا ستبعد على كلمة Sticker لكي تفعيلها هنا فهي التي ستباع بعدها إخواني في الأسفل هنا استضغط مثلا على Design Photography وهنا اختار اي collection وهنا يجب عليك وضع ستكر اضغط على ناو هنا وعلم هنا وضغط على Save Work وهكذا قد انشأت هذا تصميم وهكذا اخواني ابدأ في وضع ستكر واستحق مبيعات هذا هو درسنا اليوم اعتقد انني قدمت كل شي في الأخير ارجو ان تشتركوا في هذه القناة اذا كنتم جلد وايضا لايك وتقديم تعليق لكي يصل هذا الفيديو الى اكبر عدد منكم من الاشخاص واستفادوا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته